لكن كمان كفيه لبس تاني خالصاً ما فوق كنت هطلع به النهاردة لكن أنا قررته وإحنا كفاري العمل قررنا إنه لأ مش حيبقى فيه مقدمة والسبب وفاية الفنان هيسم أحمد زكي ربنا يرحمه ويتولى برحمته ويجعل مثوى الجنة الحياة أنه هيسم ما كانش صديق أنا هيسم شفته 3-4 مرات في حياتي بالكتير ولكن هو قدقيه كان شخص غالبان غالبان كان شخص طيب كان شخص مش مضر خالص فالموت الفجأة وفي السن ده 35 سنة يا حبيبي ربنا يرحمه أنا كنت عاملة بوست بقول فيه إنه عاش يتيم ومات وحيد الله يرحم فندعيله إن ربنا يرحمه ونقراره الفتحة وربنا كريم معلش لو أننا كده بس طبعاً الموت أو خبر الموت الفجأة ده بيبقى صعب شوي اشتركوا في القناة